في خطاب فضفاض انتظره أهل غزة على أحر من الجمر علّه يحمل لهم بشائر النصر أو على الأقل الأمل بإيقاف الحرب التي أكلت الأخضر واليابس في القطاع ظهر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على شاشات التلفزة العربية في خطاب امتد لنحو تسعين دقيقة ووفق مراقبين فإن خطاب نصر الله لم يخرج عن مجرد التهديد والوعيد اللفظي لإسرائيل والولايات المتحدة وأغلب عواصم الغرب كلمات لم ترتقي إلى مستوى الرد المنتظر من زعيم حزب الله فالملايين كانت تتوقع من نصر الله الإعلان الرسمي عن فتح جبهة جديدة للحرب مع إسرائيل لتخفيف الضغط عن غزة من جهة وتشتيت الجيش الإسرائيلي وإضعاف قدراته في التعامل مع جبهات متعددة من جهة ثانية لكن نصر الله ذهب بعيدا عن كل هذه التوقعات واكتفى بالإشارة إلى أن قراره فتح الجبهة الشمالية مع إسرائيل من الجنوب اللبناني ليست سوى لإشغال إسرائيل قليلا عن غزة لكنها لم تحقق غياتها هذه حسب خبراء اللافت في الخطاب انفتاح نصر الله على أكثر من ملف وطرف بدءا من دعواته إلى التهديئة ووقف التصعيد والتي قال إنها تصب في نهاية المطاف في مصلحة جميع الدول المنطقة ثم ذهب إلى الترغيب المبطن بالترهيب حين أكد أن انتصار غزة يصب في المصالح الأردنية السورية المصرية اللبنانية في إشارة منه إلى تبعات القرار الإسرائيلي بالتهجير القسري للفلسطينيين إذا ما ترجم على أرض الواقع نصر الله أيضا لم يغفل في كلمته عن إرسال رسائل مباشرة للولايات المتحدة حين أعلن أن مقاتليه مستعدون وجاهزون للتعامل مع أساطيلها وأن العد للتعامل معها جاهزة وبانتظار الإشارة للتنفيذ بقية محاور كلمة نصر الله لم تذهب بعيدا عن الإشادة بمحاور المقاومة في العراق والسوريا واليمن ولبنان وحتى إيران ترجمة نانسي قنقر